الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيدون عظما أن تجابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين أما بعد فلا يزال حديثنا أحبتي في الله مع نزهة المتقين في رياض الصالحين ونحن في هذه النزهة المباركة في أبواب الصبر وأحاديث الصبر وآيات الصبر في كتاب ربنا عز وجل وقد وقفنا مع حديث الترمذي وغيره عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخط الحديث كما قلنا رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد رواه في باب ما جاء في الصبر على البلاء وصل الحظ أنهما حديثان يعني صاحب رياض الصالحين أورد الحديث وهو في الحقيقة حديثان عن أنس الحديث الأول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء الحديث الأول إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا الحديث الثاني إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وأن الناس في البلاء ينقسمون إلى قسمين من رضي فله الرضا من الله عز وجل ومن سخط قضاء الله وقدره فله السخط من الله عز وجل والعياذ بالله حقيقة هذا الحديث يتضمن تسلية لأهل البلاء للمصابين المؤمن كما قلنا يعيش حالة الخير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له فيثاب المؤمن في حالة السراء يثاب على الشكر يعرف حق الله في النعمة يوجه النعمة ويصرف النعمة فيما يرضي الله وفيما يحب الله وكذلك عند المصيبة وعند البلية المؤمن لا يعترض ولا يسخط ولا يتأذى من بلاء يرفع الله به قدرة ويرفع الله به درجته ويعظم الله به أجره المؤمن ينظر في هذه الحقائق غير المؤمن ينظر في ظاهر النعمة وفي ظاهر السراء وفي ظاهر البلاء فيقول لماذا يعطي الله أقواما ويمنع آخرين بل إنه ربما لا يستطيع أن يتصور هذا المعنى ولا أن يجيب عنه حينما يرى مثلا الكفار والمشركين الذين لا يعبدون الله عز وجل يرفلون في متع الدنيا ونعيمها فتحير يحطار يقول لماذا أنعم الله على هؤلاء نقول هذا النعيم نعيم الدنيا أولا كلمة نعيم هنا كلمة فيها تجوز كبير وإنما هو عطاء اختبار وعطاء استدراج ولهذا يستدرجون بهذه النعم حتى يلقوا الله عز وجل على الكفر والشرك والبلاء فلا يبقى لهم يوم القيامة عند الله أجر ولا فضل وليس معنى هذا أن المؤمن يحرم الخير في الدنيا أو يحرم كما قلنا المؤمن يبتلى بالصراء وبالضراء وهؤلاء الذين يرددون هذا الكلام ينسون أيضا أن الكافر يبتلى هو الكافر بيمرض ولا لا يمرض الفاسق والعاصي والفاجر بيصب المرض ولا لا ولا هو محصن ضد الأمراض بيصب الموت ولا لا بيفقد أحبته ولا لا ما هو ده البلاء بلاء الدنيا يسري على أهل الدنيا من المؤمنين وغير المؤمنين هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن في النظر في حقيقة البلاء غير المؤمن إذا رأى الرخاء والنعيم تكبر وبغى وطغى يكون مثاله كمثال فرعون وهامان وقارون فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ثم تجبر وقال أنا ربكم الأعلى هامان وزير السوء كان يزين لفرعون سوء عمله ويساعده في سلطانه بالباطل قارون زين له ماله الباطل قال إنما أوتيته على علم عندي فكان هؤلاء جميعا في بلاء الصخط عند الله عز وجل لكن في المقابل موسى تأذى وبنوا إسرائيل تأذوا مع موسى قالوا أوذينا أوذينا من قبل ومن بعد من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا فموسى صبرهم قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده قال لهم استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا هذا معنى مهم جدا عند المؤمن المؤمن يلحظ الحكمة يلحظ العبرة يلحظ الغاية التي خلق لأجلها فلا يغتر بنعيم ولا يضيق ببلاء بل هو عند النعيم يستشعر أنه عبد فيصرف النعمة فيما يرضي الله وعند البلاء يستشعر أيضا أنه عبد مبتلى فيتوجه إلى ما يحبه الله من الصبر ومن الرضا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل لحبيب الله يبرك فيك يا ريت الأخ يتصل تاني أرجع تاني للحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا ده معنى إيه؟ معنى إيه؟ في معنى مهم جدا إن البلاء البلاء النازل بالإنسان المصائب التي تنزل بالإنسان إنما تنزل من باب العقوبة بما يصنعه هذا الإنسان وعندنا من الآيات الكثير قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير عايز إيه؟ المعنى هنا إيه؟ خذ بل كل مصائب التي تنزل دي ما موجود في الكتاب الأول الكتاب الذي سجل الله فيه خلقكم وميلادكم وحياتكم ومماتكم سجل فيه هذا البلاء أنكم تبتلون وتختبرون إذن فهو قدر مقدور لا يملك أحد وقد نزل أن يرده فهل ترضى؟ هل تصبر؟ أم تتصخط وترد على الله عزيزي؟ أول حاجة المصائب قدر مقدور فإذا مات الولد أو مات الحبيب أعلم يقيناً أن هذا هو قدر الله وأن هذا هو بلاء الله ولو أن أهل الأرض جميعاً سعوا على أن يمنعوا هذا لن يمنعوا أو يردوه لن يردوه فأقبل قدر الله عز وجل وقضاءه وأتعايش مع بلائه بطريقة أهل الإيمان ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب سجلها ربنا تبارك وتعالى وكتبها إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نوجدها ونخليقها إن ذلك على الله يسير يقول بعدها ربنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور عشان لما يجيلك النعمة ما تبقىش فرح ومختال ولما تفوتك النعمة ما تقولش راحة وتأسى وتظل تبكي على ما ذهب ما ذهب قد ذهب وما فات قد فات استقبل ما هو آت تعلم كيف تتعامل مع هذا القضاء تتعامل معه بطريقة أهل الإيمان الشكر عند السراء والصبر عند النعماء ويقول ربنا تبارك وتعالى أيضا في صورة التغاب الآية الأولى أو الآية الأولى كما في صورة الحديد في صورة التغاب يقول ربنا تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله كل شيء بقدر الله بتقدير الله بقضاء الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لو صدقت آمنت تعيشت مع هذا الواقع يرزقك الله تبارك وتعالى اليقين الهداية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم هذا معنى في غاية الأهمية معنى مهم في البلاء لكن هناك معنى آخر أن البلاء يأتي عقوبة يأتي عقوبة كما يقول ربنا تبارك وتعالى فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هو ذا المعنى الذي سجله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا يعني إذا جاء المرض فاعلم أنه تكفير للذنوب والخطايا شوف أنت أخطأ تأدي المؤمن يرى ذنوبه كالجبل المنافق لا يكاد يرى له ذنبا لا يكاد يرى ذنوبه يراها كالذباب يذبها يدفعها هكذا لا قيمة لها لكن المؤمن الذي يعرف كيف يطيع الله الذي يعرف الجرم في معصية الله وإن كان الذنب صغيرا فإنه قد عصى به عظيما كبيرا جليلا وهو الله يستشعر المعنى يستشعر معنى إيه إن لما تنزل مصيبة فيرد نفسه آه أنا عملت كذا وكذا أنا بأعاقب رب العزة أرسل لي هذه العقوبة لأجل هذا الذنب فلو تبت من ذنبي رفع الله عني العقوبة ولهذا تأتي العقوبات عامة وخاصة من العقوبات العامة مثلا إنه يمنع المطر فيصاب الناس بالقحط المجاعات هذه المجاعات التي تنزل في أبرياء في حيوانات في من خلق الله الكثير ممن يدفع الثمن يموت بأجله ويموت بقدر الله لكن لابد أن نعي أن هذا البلاء العام يأتي بذنب بذنوب عامة أيضا ولهذا إذا ذهبت الأمة إلى ناحية التفريط والتضيع والتقصير أرسل الله عليها العقوبات العامة ونجد العقوبات العامة في منع الماء منع المطر في الزرع لا يكفي القوت لا يكفي الأمراض تنزل والأوبئة تنزل ولا يملكون لها دفعة وإحنا شفنا مثلا مثال الحي في زمننا أخطر مرض يصيب الشواذ شذوا في علاقاتهم الجنسية وترقوا إطار الزواج فعقبوا بالإيدز المرض الذي لا علاج له الذي يهدم نظام المناعة في جسد الإنسان نأخذ هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور جمال أيها تفضلي يا أختي لسمحت يا دكتور جمال أنا عندي سؤالين اتفضلي أول سؤال أنا عندي أخ أبكا نعم أصم يعني بنعنى صح نعم ويعني هو معقل ذهني عقليا أيها وأنا اللي بحميه يعني هذي عجوز مفيش حد غيرك بيخدمه في البيت غيرك لا مفيش حد يعني فيه فيه أخواتي وفيه أمي بس أمي مريضة من القلب واخواتي كل واحد في بيتهم يعني هو معاك لا بأس لا بأس يا أختي هو مريض وجزء من مرضه عنده قدر من التخلف لو أني مطلوب أني احنا نسعى في إزالة هذا التخلف أو التخفيف منه بمعنى نحن نعلمهم فيه صور لتعليم الصم والبوكم كتيرا وفيه مدارس وفيه لا هو 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 صم وأبقم ومتخلط عقليا كبير عنده ظنوص المخت أنا فاهم أنا فاهم يعني أنا أقول أول حاجة لازم نسعى في أن نحن نخفف من هذا البلاء عليه إذا استطيع بقدر ما نستطيع الأمر الثاني لأنه مصاب بقدر كبير من التخلف لا يعي ربما يحتاج إلى من يدخل معه الحمام حتى في قضاء الحاجة إذا ما كانش إذا علمناه بقى كويس لا أولا بحمي محتاج حد يخش معه في الحمام عند الغسل أو عند الاغتسال برضو إذا علمناه يبقى أفضل وإذا زي ما تعلم قضاء الحاجة يتعلم كيف يغتسل مش قادر يتعلم بنعلمه عن طريق الدخول معاه ودخول أخته معه طالما ما فيش فتنة ولا أي باب من أبواب الفتنة والضرورة تقتضي هذا فأنا أرى أنه لا بأس يا أختي شكرا عبد أرجع تاني للحديث إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا عشان كده لما تعتص إحنا دايما أنما أعتص أقول إيه أنا خدت برد وأنا اتعرضت الطيار أنا ما بص للأسباب دي أسباب بتؤدي إلى البرد ونحو ذلك لكن في سبب وراء هذه الأسباب في سبب آخر وراء هذه الأسباب وأنا عملت إيه مبارح عملت إيه أول مبارح أنا أذنبت إيه وربنا سبحانه وتعالى بعيت لي هذا عقوبة عقوبة وكفارة عشان لأن ربنا بيحبني فعلى طول بيرسل لي ما يمحو الله به الخطايا وده المعنى لأن كفارات الذنوب إحنا عارفين الكفارات العشر أولها التوبة والاستغفار الحسنات المحية إن الحسنات يذهبن السيئات المصائب المصائب أيضا كفارات والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤمن أو المسلم لا يصاب بمصيبة إلا يكفر الله بها من خطايا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطايا فإذا أراد الله بعبده المؤمن خيرا عجل له العقوبة ليه عجل له العقوبة ليه لأنه لأنه يرى أن الذنب لو بقي لو بقي بتابعاته فإنه سيوافي به يوم القيامة لكن لو عاقبه الله أو وفقه الله لتوبة واستغفار فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا كفارة لذنبه وخطايا معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيال الله في مشارك الأرض ومغاربها وكل أم والأمة الإسلامية بخير وسعادة وطاعة وعمل ونصر وأمل وحسن في تام يا رب العالمين دارك الله وفيك يا أكت أنا عندي تؤالي وسبحت ممكن اتفضلي حضرتك هل الدعاء دعاء أين دعاء لإفتقاء أعلى الدرجات وأن يرزقنا الله الصبر على الطاعة وشفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم والدعاء الثاني لطلب المال الطيب الحلال والعفة والأولاد وما شابه وهل إذا شغل الإنسان بالدعاء الأول أعطاه الله أفضل مما يعطي السائلين وفي كل خير وجداكم الله خيراً بارك الله فيك بارك الله فيك طبعاً هي الحجة الحجة بتشير إلى أمرين في الدعاء الدعاء مطلوب في كل أبوابه والحقيقة المسألة دي أثرها قديماً علماء السلف الصالح يعني الإمام أحمد والإمام الشافعي أثروا هذه القضية هل يجوز أن في الصلاة أدعو بحوائج الدنيا ولا أخلي الدعاء في الصلاة بحوائج الدين مهمات الدين سواء مهمات الدين في الدنيا أو في الآخرة الإمام أحمد كان يميل لتعظيم قدر الصلاة أنه يجعل الدعاء موجهاً لإيه؟ للآخرة للجنة لنصر الدين في الدنيا لأن هذه المهمات العظيمة هي التي ينبغي أن ينشغل بها المؤمن في الصلاة مع أنه أيضاً قال إذا دعا ببعض حوائج الدنيا فلا بأس فلا بأس أن يدعو ببعض حوائج الدنيا وهذا قولي الشافعي رحمه الله أنه يجوز أنني أدعو في الصلاة بحوائج الدنيا الأخت السائلة لم تخصص السؤال بالصلاة وإنما سألت عن الدعاء مطلقة الدعاء الأول بالأمور الهامة العظيمة المهمة من أمور السعي للجنة الدرجات العولى في الجنة والأمور التانية الرزق والرزق الحلال والطيب ونحو هذا كله إن شاء الله لأن الرزق الحلال أيضاً من المهمات الطيبة والعظيمة كل هذا لا بأس به في الصلاة وفي غير الصلاة مع تقديم الأول على الثاني يعني الأول هو الأهم فتقديم الأهم ثم المهم لكن بيبقى عندي جزء في الدعاء أختي وهو إيه الدعاء المفروغ منه يعني إيه الدعاء المفروغ منه يعني حينما أدعو مثلا بطول العمر أو بكثرة الرزق وسعة الرزق أنا عندي هنا أمرين في القضاء والقدر الأمر الأول إن الأجل مكتوب رب العزة قبل أن يخلق الإنسان كتب أجله فمهما دعوت مهما دعوت أنا بسأل الله في أجل قد كتب والدليل على ذلك حديث السيدة أم حبيبة في الصحيح السيدة أم حبيبة زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي أبي سفيان وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية اللهم متعني دي معناها إيه؟ معناها يعني الدين الصحة وطلط العمر وديهم هم كمن الصحة والعافية وطلط العمر فأتمتع بهم إلى أقصى ما أستطيع اللهم متعني بزوجي وبأبي وبأخي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وإنه لن يعجل شيء قبل حله ولن يؤخر عن وقته ولو قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك وأظن في توجيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أم حبيبة رضوان الله عليها إجابة عن سؤال الأخت الكريمة فاصل ونتواصل إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أما بعد ما زلنا مع هذه النزهة الطيبة في رياض الصالحين مع قول الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا أبو بكر الصديق لما قرأ قول الله تعالى من يفعل سوءا يجز به فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بكل ما نفعل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تتعب ألست تنصب ألست تمرض هذا مما يعجل لنا به في الدنيا يبقى أراد الله بالمؤمن خيرا فجعل المرض وجعل فقد الحبيب وجعل المصائب بصفة عامة كفارات لذنوبه جعل المصائب كفارات لذنوبه حتى لو أصبت في أصبعك إصابة بسيطة شوكة الرسول قال حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها عن خطايا وده من فضل الله على المؤمن عجل له العقوبة في الدنيا لكي يأتي يوم القيامة ولا ذنب عليه يأتي بصحيفة الحسنات بيضاء نقية وصحيفة السيئات لا شيء فيها وقد عوقب بسيئاته في الدنيا ألست تمرض ألست تحزن حتى حينما تفقد شيئا وتهتم لفقده وتبحث عنه ولا تجده ثم في لحظة ما تجده في مكان لا يخطر لك على بال اعرف أن القصة دي والحكاة كلها كفر الله بها من خطاياك كفر الله بها من خطاياك حينما يغيب عنك حبيب وتشتاق إليه وتسعى في لقائه ثم يأتي بفضل الله بعد ذلك اعلم أن هذا الذي مررت به من ألم الفقد والهج جعله الله في ميزانك كفارة لذنوبك ورفعة في درجاتك واحد يقول لي يعني يعني كل الناس بتكفر عنهم الخطايا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يوعك كما يوعك رجلين كان بيكفر الله به خطايا نقول لا أيضا أيضا هذه المصائب كما تكون كفارات للذنوب تكون رفعة للدرجات رفعة للدرجات ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال له ابن مسعود فقيه الأمة ذلك بأن لك أجران قال بلى لك أجر مضاعف يا رسول الله فجعل ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من مصائب وآلام في الدنيا رفعة في درجاته وهو أرفع الناس قدرا يوم لقاء الله عز وجل إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه ما عقبوش بذنوبه الظنوب موجودة لكن ما فيش عقبات لا في المرض ولا في المال ولا 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 أمسك عنه بذنبه لي حتى يوافي به يوم القيامة حتى يوافي به يوم القيامة إذا واف بذنبه كاملا يوم القيامة لم يبق إلا العقب في النار والعياذ بالله يبقى يعاقب به في النار أراد الله به شرا لم يري لله به خيرا فأجل العقوبة الدنيوية لتجتمع مع العقوبة الأخروية في النار أجارنا الله وإياكم من النار لكن بعض الناس بيفهم هذا الحديث على ظاهره فيدعو يدعو يقول إيه يقول يا رب يا رب عاقبني بذنوبي في الدنيا مش الرسول قال إذا أراد الله بعبدي بعبديه خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبديه شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة طيب يا رب عجل لي العقوبة في الدنيا هل الدعاء دا مستحب؟ أقول لا ليس هذا الدعاء مستحبا لأنك لا تقدر عليه ذنوبنا كثيرة ذنوبنا عظيمة نحن مع هذا البلاء الذي ينزل فنعاقب به في الدنيا بما كسبت أيدينا نتطلع إلى قضية أخرى وهي ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نحن نتعلق بالعفو ولهذا لما دخل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه مريضا يعوده رأاه مثل الفرخ الهزيل الفرخ لما يكبع لمية ويبقى بيموت مريض فصحته يعني ضعيفة تكد تكون معدومة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ماذا تقول أي في دعائك فقال الرجل يا رسول الله أقول يا ربي ما عقبتني به من ذنب فعجل لي العقوبة في الدنيا أنا عايز العقوبة تبقى في الدنيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لا تطيقه ويحك لا تطيقه ولكن قل قل إيه اللهم عافنا وعفو عنا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ولهذا علمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية العافية من الشر العافية من المصائب العافية من الذنوب العافية من كل سوء في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وكان وكي أحد رواة الحديث يفسر لاغتيال من تحت بأنه الخسف الزلازل والخسف التي تخسف بالناس فيموتون في الهد أو تخسف به الأرض كما خسف الله الأرض بقارون خسف به وبماله الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة أجارنا الله وإياكم من كل سوء مع يقيننا أن العقوبات التي تنزل بنا في الدنيا كفارة فليس من المناسب أن نقول يا رب عجل لنا العقاب عجل لنا العقاب فإننا لا نطيق ذلك وربما لما يأتي تعجل للعقاب يبقى فتنة لنا أو لغيرنا لا نطيق ذلك والله يبتلي المؤمن على قدر إيمانه على قدر ما عنده من الثبات واليقين الله أعلم بحاله وبحالك ولهذا يكون البلاء على قدر من يبتلي لأن الله يعلم أنه يبتلي ولهذا كان بلاء نبي الله أيوب كان فتنة لبعض الناس نبي الله أيوب عليه وعلا نبينا الصلاة والسلام كان صاحب مال ومكانه منزلة في الدنيا بين الناس المال بيعطي صاحبه وجاها ومكانه ومنزلة وكان عنده ولد وكان عنده عشرة من الولد ابتلاه الله عز وجل بفقد المال وفقد الولد بقى لفي مال ولا في أولاد بقى وحده مع زوجه وفي كل هذا يقول مقالة المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها لطريقة المؤمن عند البلاء ثم ابتلاه الله عز وجل بالمرض كان عنده صحة وعافية وقوة فابتلاه الله عز وجل بالمرض فابتلي بالأمراض والأسقام حتى هجره الناس فقى فقير لا سند له من ولد أو أولاد ثم مريض ضج الناس بمرضه فتنحى عن الناس جانبا ولم يبقى معه إلا المرأة الصابرة زوجه امرأته وظل على ذلك سنوات وسنوات يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان لأيوب صديقان صديقان يعتادان زيارته هم واتنين بس اللي فضلوا يزوروه ما بين كل فترة والتانية يقولوا يشوفوه فلما بيشوفوا بيتأذب بيتأذب مرضه بما أصبه من تعب ونصب ومرض ففي مرة من المرأة قال أحدهما لصاحبه ما هذا الذنب الذي فعله نبي الله أيوب أي ذنب أذنبه نبي الله أيوب منذ كذا وكذا سنة يقال إنه أكثر من عشر سنوات منذ كذا وكذا سنة لم يرفع الله عنه هذا البلاء أي ذنب اقترف أي جرم فعل الرجل يتساءل وربما يكون هذا فتنة لبعض الناس فلما وصل إلى نبي الله أيوب لم يتمالك الرجل الآخر إلا أن ذكر هذا الكلام لأيوب قال له اسمع يا نبي الله احنا كنا في الطريق ففلان قال كذا وكذا وكذا وهذا أثر فيه التأثير هنا تأثير سلبي مش تأثير إيجابي تأثير سلبي يكاد يفتن المؤمن فلم يدري أيوب بما يجيب قال سبحان الله والله ما أدري ما تقولان أنا ما فكرتش الفكرة دي أبدا والله ما أدري ما تقولان وما أذكر لنفسي ذنبا غير أني كنت أمر بالرجلين يختصمان فأصلح بينهما ثم أكفر عنهما كفارة اليمين أكفر عن كل أحد لأنه كان بيحلف كل أحد بيحلف على حقه إن الحق معاه خلاص أيوب أصلح من ماله بينهما ثم يكفر كفارة اليمين عن الأول وكفارة يمين عن الثاني خشية أن يذكر الله إلا على حق فيكفر عنهما هذا ما كان يصلعه أيوب ما أدري ما تقولان غير أني كنت أمر بالرجلين يختصمان فأصلح بينهما ثم أكفر عنهما كفارة اليمين من مالي خشية أن يذكر الله إلا على حق فإذا كان قد حلف على غير حق كفرت عنه عمن حلف بغير الحق يكفر عن هذا وعن ذاك ولو من باب الاحتياط هنا دعا أيوب ربه رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب دعا أيوب ربه أن يرفع عنه أيوب كان صابرا وحتسبا وهذا يرفع الله به قدرة ودرجاته ما كانش عنده ذنوب أقوانا هذا لرفعة الدرجات لكن خشية الفتنة على عباد الله بسبب هذا البلاء الذي نزل به وقد صبر وقد أكد الله على قضية الصبر فقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فلما دعا ربه قال له ربه ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فكشف الله عنه الضر كشف الله عنه الضر وكان في ذلك آية كشف الله عنه المرض لكن بقي قلة المال وقلة الولد فما كان إلا أن أمطر الله عليه مطرا من ذهب كان وهو يغتسل عريانا كما في صحيح البخاري إذ خر عليه رجل جراد من ذهب قطع ذهبية كأنها الجراد شوفوا الجراد لما بيقى كثير فجعل الذهب يجري في الماء فجعل أيوب يجمع المال الذهب في ثوبه فقال له ربه أوحى إليه ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك دي بركة من عندك يا رب أنا أطلب هذه البركة هو ليس نهما للمال ولكنه وجد بركة نزلت بغير سبب فأراد أن يستكثر من البركة لا غنى بي عن بركتك يا رب وكان له أندران أندر قمح وأندر شعير الجرن اللي كان محصول القمح بيتحط في الجرن بتاع أيوب ومحصول الشعير بيتحط في الجرن التاني بتاع أيوب تعرفين الجرن مكان واسع عشان يدرس فيه القمح ويدرس فيه الشعير فأمر الله الجرن الأول أن يمتلئ ذهبا والجرن الثاني أن يمتلئ فضة فصار من أغنى خلق الله طب الولد الذي مات عوضه الله الولد رزقه الله عاشرة من الولد قيل أنه قيل إن ربي أحيا له ولده وقيل وهو المعنى الذي نراه متسقا مع سنن الله في القضاء أنه رزقه عوضا عن الولد الذي مات بولد آخر فرزق بعشرة من الولد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على هذا المعنى إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أنا لما تكلمت المرة لفاتت عن من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضه الله منهما الجنة يعني أنا أعرف امرأة لم تسمع هذه الحلقة لقد قيل لها هي مصابة في عينيها بسبب مرض السكر وهي قريبة لي فقيل لها إن جمال قال كذا وكذا فجاءتني تقول لي تفعلا قلت كلام ده قلت له ده كلام رسول الله هذا كلام رسول الله قالت إني أصبر المسألة فيها جنة أنا أصبر أنا أصبر من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضه الله منهما الجنة وأنا أدعو الله لها ولأمثلها بالجنة بالصبر والثبات أولا وبالرضى ثانيا وبالجنة والدرجات العلا يوم القيامة إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوم نبت لهم شفت بلاء أيوب عشان نتعلم بلاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابت لهم فمن رضي فله الرضا ومن ساخط فله السخط هل نرضى أم نسخط هل نرضى أم نسخط بل نرضى يا رب نرضى نرضى بالله ربا أولا نرضى بالله أولا ثم نرضى عن الله ثانيا نرضى بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء الأذان عند الشهادتين يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم ويقول في حديث سعد من قال ذلك واجبت له الجنة من قال ذلك عند الآذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دين غفر له هذا دعاء للمغفرة عند كل أذان عند كل نداء للصلاة وكذلك صح عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل مساء من أذكار المساء وهي في أذكار الصباح والمساء إن شاء الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ومن قالها في كل مساء كان حقا على الله أن يرضيه من رضيه فله الرضا كان حقا على الله أن يرضيه وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء فمن رضيه فله الرضا ومن ساخط فله الصخط إحنا عارفين أن الرضا على البلاء صعب ولهذا لم يفرضه الله عز وجل إنما فرض الله علينا أوجب الله علينا الصبر إصبر ولهذا نقول للمبتالة إصبر واحتسب ولا نقول له إرضى لأنه قد يستطيع يوفق للرضى قد يوفقه الله الرضا وقد لا يستطيع الرضا بالمصائب أمر صعب يا أخوانا إزالي بتألم وأعاني من المرض وأنت كتقول لي ارضى بهذا خليك راضي أنا بتألم بتألم عشان كده جعل الله الصبر مطي لا تكبه لكن لو استطعت بالصبر إنك تقول يا ربي أنا راضي بكل ما تقدره عليه يبقى أنت التقلت من درجة الصبر التي فيها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلى درجة أعلى وأرفع أنك رضيت عن الله في قضائه ورضيت عن الله في بلائه ولهذا كان الرضا بالله أولا الرضا بالله ربا الرضا بالله إلها الرضا بالله معبودا الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الرضا بدين الإسلام وشريعته دينا ثم الرضا عن الله في بلائه وفي قضائه درجة عليا يوفق لها المهتدون يصل إليها الموفقون نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وأن يوفقنا للصبر على البلاء والرضا بالقضاء وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين